أهلا أحبائنا مشاهدينا سؤالي لك هل أنت في ورطة يوجد حل في هذه الأيام كتير ناس متورطة أنا مش هتكلم على الأمور الشريرة أو السلبية واحد متورط في ديون واحد متورط في مخدرات واحد متورط في محاكم واحد متورط في قضايا إلى آخره أنا بتكلم أنك أنت في ورطة في محنة في ضيقة في أزمة هل أنت في هذه الحالة عم بتواجه كل أنواع التحديات وكل أنواع الظروف الصعبة التحديات المالية عم بتشتغل بتشتغل لجيوب مثقوبة كأنه ما فيش بركة هل أنت بتواجه مشاكل في الأسرة مع العيلة مع الأولاد مع البنات بزواجك هل أنت في ورطة أنك أنت تمسكت في شيء معين في ماضي معين هل أنت متورط في شيء معين دايما في حل عارف لما بتهرب كل الحلول الحل الوحيد أنك ترفع راسك لفوق وكتير ناس بتشعر بورطة بسبب مرض معين ضيقة معينة زرف معين خوف معين مستقبل معين قرار معين أو قرار خاطئ أو حلم ضاع قلب انكسر دايما في حل دايما في رجاء فإحنا محتاجين نلتجي للرب في هاي الظروف ونلتجي عن طريق الصلاة اللي منختبر فيها حضور الروح مكتوب صلوا في الروح خلي الروح القدس هو يقودك في موضوع الصلاة في مزمور 32 مكتوب في آية 2 يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني يعني في ترجمات أخرى بتقول صرخت إلك بس أنا بحب الترجم العربي استغث يعني كأنه بيلهذ أنفاسه الأخيرة معتش عندي نفس لكن الرب أجا في المعاد المعين تعال نستغيث للرب تعال نطلب وجه الرب تعال نصرخ للرب في مزمور 34 مكتوب هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه بتعرف حبا كتير مرات منوصل إلى طريق مزدود وكأنه ما في حل والأمور صعبة لكن لربما تبدو صعبة لكن مش مستحيل بحب الآية لما الرب أو لما الملاكة تكلم مع المطومة مريم بيحكي لها عن نسيبتها الإصابات كمان حبلة بابن في شيخوختها قال هذه العبارة لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله يريد تهدم هذه الآية يريد أنك فعلا تعيش هذه الآية لربما كل التحديات موجودة ولكن كل شيء مستطاع للرب تعرفوا أيوب اختبر حضور الرب بقوله بسمع الأذن قد سمعت عنك أما الآن فقد رأيتك عيناي ومرتاني بقول قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله آمن فقط فهي تشوى هذا كان كلام المسيح مع رئيس المجمع عندما ذهب ليقيم ابنة رئيس المجمع ولربما أنت في ضيقة الكتاب بقول أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني تعرف حبائي الله بحب المتواضع ما بحب المتشامخ الله بحب يتعامل مع المنكسر حتى الكتاب بقول ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره مهما كانت ظروفك صعبة مهما كان مرضك صعب خليني أسألك شو هو الجبل اللي أمامك تعرفوا الرب يسوع قال صلاة الإيمان تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل تقول لهذه الجميزة انقلع وانغرس فتطيع وهكذا أحبائي عندما نأتي إلى الرب الإيمان واثقين على نعمته وعلى محبته أنه الله بحبنا ودايما يريد الأفضل لنا يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني أنا بصلي اليوم مهما كانت ضيقاتك أو تعبك أو حزنك أو مرضك أو ديونك أو حيرتك أو كآبتك بصلي اليوم هيك الرب يشفي كل منكسري القلب ويعصب القلوب المجروحة بصلي الرب يسدد كل احتياجاتك ويحول اللعنة إلى بركة في اسم الرب يسوع المسيح بصلي اليوم أن الرب يسترد كل مسلوب في حياتك وبصلي اليوم يكون تعويض أضعاف من الخسرات اللي اختصرتها بالماضي لكن في قرار محتاج أنك ترجع للرب محتاج تقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ والتوب عن كل خطية لأنه مكتوب لأنك إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم لا تكون متكبر ولا أنك تأجل تعال بكل طواضع ورب رح يحل مشاكلك بصلي رب يعطيك منسوب نعمة حتى لو مش شايف الشمس لكن ممكن تشوف الخيوط الذهبية من بين الغيوم سوف تعبر المحنة وسوف تعبر الغيمة وسوف ترى الشمس المشرقة كما يقول ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها ربنا يحميك ربنا يباركك ربنا يشفيك ربنا يعود عليكو وربنا يلمسك ويلمسك بحضوره ربنا يباركك إذا الرب لمسك اعمل شير وكون شريك معنا في الخدمة ربنا يباركك